أهلاً وسهلاً بكم يا أفطال كيف حالكم اليوم؟ بمشيئة الله تعالى سوف نقوم اليوم بشرح مهارة أخرى من مهارات لغتي التي تمت شرحها مسبقاً تم شرحها مسبقاً في داخل الفصل ولكن بمشيئة الله تعالى اليوم سوف نسترجعها سوياً بشكل مبسط وسوف نطرح عليها أمثلة توضيحية دعونا نرى الآن ما المقصود بالحرف المشدد؟ قد نقول حرف مشدد أو قد نقول حرف مضعه إذن الشدة مرادفها التضعيف إما أن نقول شدد الحرف أو ضعف الحرف تضعيف الحرف أو تشديد الحرف الحرف المشدد يا أفطال هم حرفان أولهما ساكن والآخر متحرك فأدغم الحرفان وأصبح حرف واحد مشدد مثال في كلمة ثم ما أصل الكلمة؟ أصل هذا ثاء ثم ميم ساكنة ثم ميم متحركة لكن هل يصلح باللغة العربية أن تأتي حرفين متكررين خلف بعض؟ لا سوف تتدخل هنا الشدة وتدمج الحرف الساكن مع الحرف المتحرك بماذا؟ بحركة الشدة إذن ميم ساكنة وميم متحركة تضغمان ونضع فوقها شدة وتصبح شدة بماذا؟ شدة بالفتح انظروا كيف أصبحت مأ الآن سوف نرى إذن الحرف المشدد يا أبطال أصله حرفان حرف ساكن وحرف متحرك وتدغم فتصبح حرفا واحدا إما أن تكون شدة بفتح شدة بالكسر شدة بالضم نعود ونذكر يا أبطال أن الشدة ثلاثة أنواع إما شدة بالفتح وشدة بالضم وشدة بالكسر عندما أرى الشدة على الكلمات يا أبطال لابد أن أعلم أنها الشدة تحتها حرفين حرف ساكن وحرف متحرك إذن أصل الشدة حرفين لكن أضغمت بحرف واحد كيف أن أضغمت بحركة الشدة؟ جمعناهم بالشدة ووضعناها شدة بالفتح أو شدة بالضم أو شدة بالكسر دعونا نرى أمثلة توضيحية لكي يتضح لكم الأمر أكبر ماذا نرى في الصورة الآن؟ نرى سلم انظروا إلى الكلمة الأولى سلة لام ساكنة ولا من متحركة هل تكتب هكذا؟ لا هنا تأتي الشدة تأتي الشدة وغير تتدخل فتجمع الحرف الساكن مع الحرف المتحرك بحركة الشدة وتصبح شدة بالفتح انظروا إلى الكلمة التي بالأسفل سلة انظروا كيف تنطق الشدة سل شدت سل ثم فتحت سل من سل من إذن الحرف المشدد لابد أن أشد عليه بالحركة شدة ثم فتح سل من نرى مثال توضيحي آخر يا أبطال ماذا أرى في الصورة الآن؟ تفاح انظروا إلى كلمة تفاح بالأعلى حرف الفاء تكرر مرتين مرة ساكن ومرة مفتوح من تتدخل هنا؟ تتدخل الشدة فتقوم بجمع الحرف الساكن مع الحرف المتحرك انظروا إلى الكلمة بالأسفل كيف أصبحت؟ تف أشد تفاح تفاح شدوا معي يا أبطال عند نطق الشدة لابد أن نوضح أنها هنا الحرف نشد عليه ثم نفتح تفاح نرى مثال توضيحي آخر يا أبطال ماذا أرى بالصورة؟ صورة معلم معلم انظروا إلى الكلمة في الأعلى هل الكلمة صحيحة؟ لا ليست صحيحة الآن من التي تتدخل؟ تتدخل الشدة انظروا كيف أصبحت الكلمة بالأسفل معلم لابد أن أشد على حرف اللام معل شدينا ثم كسرنا معلم معلم عندما أرى الشدة ماذا نقول؟ عندما أرى الشدة أعلم أن تحت الشدة حرفان حرف ساكن وحرف متحرك لكن قامت بجمعهم حركة الشدة وأصبح حرف واحد نضع عليه الشدة والحركة الثانية ماذا أرى؟ ماذا يفعل الولد في هذه الصورة؟ رائع الولد يقوم بترتيب غرفته كم أتمنى أنكم يا طلابي وطالباتي تقومون بمساعدة والدتكم في المنزل والترتيب كلنا نقوم بترتيب غرفنا يا أبطال هذا نوع من الإحسان وأنها متأكدة بأن طلابي وطالباتي كلهم محسنين دعونا نرى الآن رتب هل الكلمة في الأعلى صحيحة؟ هل الحرفين المتكررين يأتون بهذا الشكل؟ لا إذن الكلمة في الأعلى خاطئة تتدخل من هنا تتدخل الشدة تقوم بدمج الحرف الساكن والحرف المتحرك انظروا إلى الأسفل كيف أصبحت رت 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 لابد أن نوضح صوت الشدة يا أبطال رت 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 نرى مثال آخر ماذا يفعل الولد؟ يلون طلابي وطالباتي يعشقون التلوين هل تتذكرون عندما أنتهي من الشرح؟ أقوم بجعلكم تلونون الرسمة أعلى صفحة الكتابة الآن يوجد لدينا متسع من الوقت لا بأس بقليلا من التلوين في وقت الفراغ يا أبطال فالتلوين يريح النفس ويخلق شخصية إبداعية منكم وأنا عندي طلابي وطالباتي هذه السنة ما شاء الله فئة كبيرة منكم تحبون التلوين دعونا نكمل الآن درسنا يلون انظروا إلى كلمة يلون بالأعلى ماذا أرى؟ واون ساكنة وواون متحركة من تتدخل هنا؟ ستتدخل الشدة تصبح يلون انظروا إلى الأسفل يلون فوق الواو شدة يلون لا بد أن أشد يلون يلون ننتقل الآن إلى صورة ثانية ومثال آخر ماذا يفعل الولد هنا؟ يصور يصور انظروا إلى كلمة يصور في الأعلى واون ساكنة وواون مكسورة ومتحركة من تتدخل هنا؟ تتدخل الشدة لكي نكتب الكلمة بطريقة صحيحة تصبح يصو ور نشد على الواو يصو ور يصو 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 إذن نرى مثال آخر ماذا أرى أمامي؟ سبورة سبورة يوجد باء ساكنة وباء مضمومة متحركة ما رأيكم من تتدخل هنا؟ تتدخل